السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بالحباي الله يسعزكم يجيب لكم كده بيتين جديدة اسمع يا ولد اسمع راح رمضان وباقي الخير لا زال الفضل من ربي صنو فهم طلاه الفضل من ربي صنو فهم طلاه حبيت تذكركم على ست شوال من صامها صامه أنا الدهر كله من صامها صامه أنا الدهر كله يا جماعة بقول لكم شي مش الوضع بعد رمضان كافك مع الصلاة كافك مع بر الوالدين كافك مع قراءة القرآن ترى من علامات قبول العمل في رمضان هو استمرار العمل استمرار العمل إلى بعد رمضان فرب رمضان ترى هو رب الشهور كلها الله سبحانه وتعالى يعلمك شي في كتابه تأمل معي هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لم يحدد مكان ولا حتى زمان أهم شي عبادته سبحانه وتعالى لا بدخل أنا وأنت في معركة عصف ذهن شوي اش رايكم تدرين في ناس وبصدهم اكترا شوي يعني انك تكون مركز ولا تتابع السنابات ترى في ناس يصوم ويزكي يحج ويبرف والديه ومع الأسف وهو مع شريك مع الله سبحانه وتعالى وهو ما يدري تراه ما يدري مع شريك قاعد يتقرب إلى الله به وهو ما يدري لا تنصدم والله أنه يصوم والله أنه يصلي والله أنه يحج ويبرف والديه وأموره طيبة لكن يتقرب إلى الله بشيء وما هو داري عنه ويمكن يكون أنا وأنت منه أختصر لك وقل لك الله سبحانه وتعالى بيّنها في كتابه الله وش قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه اتخذ الإله الهواء يعني صار يتقرب إلى الله بهواء بكيفه مزاجه أبختصر لك بالعام يش رايك فايق رايق يصلي مو بفايق مو برايق ما يصلي سنة للنبي صلى الله عليه وسلم عاجبته يسويه مو بعاجبته ما يسويه على نفس الستايل واللوك واللي مدري تسموه ذاك أنا معرفة على نفس الهواء يسويه مو بعال نفس الهواء ما يسويه أمر من الله من الرسول عاجبه يسويه مو بعاجبه ما يسويه تقرب إلى الله بالهواء وبالكيف المزاج اللي أنا أبغى أسويه أسويه واللي ما أبغى أسويه ما أسويه هذه عبادة هوا ولياذه بالله وكثير من الناس يعبد هواه من دون الله وهم ما يدري ولذلك الله يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه يا حبيبي ترى مو على كيفك والله مو بعال كيفك اللي عاجبك من الدين تطبقه واللي مو بعاجبك ما تطبقه والله مو بعال كيفك لأن شعاري وشعارك بهذه الدنيا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا أمر من الله أمر من الرسول عاجبنا مو بعاجبنا نسويه لأن الله يقول وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدوا الله سبحانه وتعالى يبين لنا حتى في القرآن وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون أحبابي أبنزل سنابي بعد هذه السنابة صور الشاشة وإنشرها لغيرك كثير من الناس ما يدنون رح يدنون بسببك أنت ولك أجرهم إلى قيام الساعة من سن بحسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء الله يكتب أجركم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة